موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا استمرنا في قراءتنا لأحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة والنور والمدد ومستمرين في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جوانبه عشان يستمروا نوره فينا ونتحقق بقوله تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله فيا رب اجعلنا دايمان مع رسول الله عليه وسلم اجعلنا نحس بالسعة اللي هو المعنى الجديد اللي احنا بنرجو ان احنا نعيشه ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جنة بالوسع انا شايف التطور الطبيعي للكلام عن المدخر الحضاري هو ان احنا نحس بالوسع يعني ايه نحس بالوسع كل ما قرأت حديث رسول الله عليه وسلم كل ما قرأت القرآن وحسيت بالسعة بأن الله سبحانه وتعالى جاء ليتجلى عليك باسمه الواسع أنت في تطور الحضاري وبتقرأ الحديث وبتقرأ القرآن قراءة صحيحة كل ما تحس بالسعة ليه طيب؟ لأن الواسع سبحانه وتعالى مش ممكن يجعلنا في حضرته والدنيا الديئة علينا وعشان كده احنا مستمرين في السعة وآخر حديث كنا قرأناه مع بعض هو حديث بيتكلم عن البدايات واخترنا أن احنا نتكلم من البدايات من أول بداية كل يوم وهو حديث الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا يعني احنا في بداية جديدة وفي حياة جديدة دائما وتكلمنا عن أن احنا عندنا ثلاث معايير دائمة عشان احنا نستمر في استثمار البدايات أول حاجة اليقين من مدد الله سبحانه وتعالى الدائم وأن مدد الله ما نقطعش عننا المعنى الثاني هو أن احنا نغير نظرتنا لفكرة المكرر والعادي في حياتنا احنا ما عندناش حاجة مكررة إلا إذا كان معنى المكرر ده أنه هو شيء بيزداد حلاوة النعمة اللي احنا بننظر لها من عند الله وكأنها بتتكرر دي مش بتتكرر ولكن بتزداد حلاوة بتزداد جذب لقلوبنا عشان نقبل على الله طب ليه ده عشان الله سبحانه وتعالى عندما يكرر علينا النعمة في نظرنا احنا هو ما بيكونش بيكرر علينا النعمة ولكن بيجعلها لها مظهر جديد احنا عشان نشوف الجمال الجديد ده لازم نغير وضعيتنا ونبص لكل حياتنا بنظرة متعددة الرؤى وبعد كده كمان لازم عشان نبقى عندنا استثمار للبدايات يبقى عندنا حاجة مهمة أول ايه الحاجة المهمة دي يبقى عندنا دائما عدم استصغار للنجاحات عدم استصغار للنعم مش ممكن نعمة من تيجي من عند الكبير ولا نجاح يجي من عند الكبير ويكون صغير هو كبير بس احنا محتاجين ان احنا ننظر للنعم من عند الله لما نجمع كل ده يطلع لنا انسان قادر على الاستثمار استثمار النعم